اشتركوا في القناة السبب في ذلك أن الأمين كان ابن زبيدة سيدة من سيدات القوم وأحب النساء إلى قلب هارون الرشيد وكان المأمون ابن جارية فقام بمبايعته بولاية العهد وذلك وهو عمره خمس سنوات وكان ذلك في عام 175 هجرية ولكن في عام 183 هجرية عاد وأشرك المأمون في الولاية بعد وفاة هارون الرشيد حدثت فتنة كبيرة بين الأمين والمأمون التي ستكون بعد ذلك سببا في تفرق الأمة وكذلك كانت سببا في حدوث الحروب بين أبناء العائلة الواحدة وأن أسباب الفتنة بين الأمين والمأمون هي وذلك أن قام الأمين بنقض لعهد والده وذلك لأنه بعد أن تم تسليمه الحكم قام بالتراجع عن بعض التوصيات والقرارات التي قام هارون الرشيد بإقرارها للمأمون وذلك قبل وفاته وذلك لأن الأمين شعر بأنه مقيد بسبب إعطاء المأمون في منطقة خراسان والري امتيازات خاصة وبذلك أصبح له جيش يقوم بالتحكم به كيف ما شاء ولكن الأمين رفض إعطاء المأمون ما أوصى به الرشيد كذلك ما قام به الفضل الذي ولاه الأمين على أمور البلاد من تشجيع الأمين على المأمون وذلك بأن قام بزيادة نار الفتنة حيث أنه قام بتشجيع الرشيد على إفساد ملكه وقتل البرامكة وكذلك هو من جرأ الأمين على أخيه المأمون وخاصة أن الأمين لم يكن عنده نية في القتال ولكن الفضل قام بتشجيعه على ذلك خوفا على مصالحه وهذه الفتنة قد انتهت بمحاصرة المأمون للأمين لأنه كان مجغولا بالعبث واللهو وتم قتل الأمين وبايع الناس المأمون صفات الأمين الأمين لم يكن به أي صفة كريمة تجعله يستحق بها هذا المنصب الذي كاد أن يكون خطيرا في الإسلام فقد أجمع على أنه لم يكن به أي صفة بأية نزعة شريفة ولكن الرشيد قلده منصب الخلافة وذلك بسبب تأثير زوجته السيدة زبيدة عليه وسنذكر بعض صفاته أنه كان يكره العلم فالأمين كان ينفر من العلم وكان يحتقر العلماء كما أنه كان أمي فكان لا يقرأ ولا يكتب وبهذه الصفة كيف قام الرشيد بتقليده الخلافة الإسلامية كان يتصف بأنه ضعيف الرأي الأمين كان ضعيف الرأي إنه قد تقلد هذا الملك العريض ولكنه لم يحسن سياسته المسعودي قد وصفه بقوله كان قبيح السيرة ضعيف الرأي يركب هواه ويهمل أمره ويتكل في جليات الخطوب على غيره ويثق بمن لا ينصحه كما أن الكتبي وصفه بقوله وكان قد هان عليه القبيح فاتبع هواه ولم ينظر في شيء من عقباه وكان من أبخل الناس على الطعام وكان لا يبالي أين قعد ولا مع من شرب كما أنه كان محتجبا عن الرعية فكان الأمين محتجبا عن الرعية كما أنه أيضا احتجب عن أهل بيته وكذلك امرأته وعماله وذلك لأنه انصرف إلى الطرب واللهو وأنه قد عهد إلى الفضل بن الربيع جميع أمور دولته فكان يقوم بالتصرف فيها حسب ميوله ورغباته ولكن نجد أن إسماعيل بن صبيح وكان أثيرا عند الأمين قال له يا أمير المؤمنين إن قوادك وجندك وعامة رعيتك قد خبثت نفوسهم وساء الظنونهم وكبر عندهم ما يرون من احتجابك عنهم فلو جلست لهم ساعة من نهار فدخلوا عليك فإن ذلك تسكينا لهم ومراجعة لآمالهم فاستجاب له الأمين فقام بالجلوس في بلاطه وبعد مدح الشعراء له انصرف وركب الخراقة إلى الشماسية والخيل قد اصطفت له وعليها الرجال وكان ذلك على ضفاف دجلة وقام بحمل الخزائن والمطابخ وكانت الخراقة التي قام بركوبها فهي على شكل سفينة على شكل أسد خلعه للمأمون والأمين تولى الخلافة يوم وفاة الرشيد وأنه ورد عليه البردة وخاتم الملك والتي كل من يتقلد الخلافة يتقلدها من ملوك العباسيين وعندما أصبح مستقرا قام بخلع أخاه المأمون وولى العهد لابنه موسى وهو كان طفلا صغيرا في المهد وقام بتسميته الناطق بالحق كما أنه قام بإرسال إلى الكعبة من يأتيه بكتاب العهد الذي علقه فيها الرشيد والذي كان فيه جعل ولاية العهد للمأمون بعد الأمين وعندما جاء به قام بتمزيقه وتم ذلك بسبب رأي الفضل بن الربيع وبكر بن المعتمر